اشتركوا في القناة 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 تفضلوا إذن يقوي في نظركم شوية الكلمة أو العبارة المناسبة في الفراغ الروابطة يقوي طراغ الروابطة تفضلوا أرفع الألواح إلى السليس جيد خليد جيد عبد الحق نفس الشيء بالنسبة بشرة صحيح مزيان أسية صحيح بالنسبة السلمة صحيح خليد هذيك الضاد ما بينتهاش مزيان قدرتين نقطة بعيدة شوية على الضاد بينهم حلاشوش حرف حاولت تصوب كلمة حرف الضاد بشكل جيد نشوف بنسبة الوشرة بنسبة الحبيبة كذلك تبتي التضامن جيد إذن هنا غدين نزلوا الكلمة في الفراغ لأنه صحيح يقوي التضامن الروابطة هذي الكلمة اللي جات مناسبة في الفراغ الأول إذن يقوي التضامن الروابطة لأنه فراغ ثاني يقوي التضامن الروابطة شنو هي الكلمة اللي جات جي مناسبة من بين الكلمات اللي بخاس عنا بلونين أحمر كلمة أو عبارة اللي جات نملؤ بها الفراغ حاولوا تكتبوها على الألواح باش نكملوا الجملة ويبقوا اللي عندها معنى مفهوم وتام يقوي التضامن الروابطة نختاره كلمة أو عبارة من الكلمات والعبارة اللي عندنا بالأحمر نتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين اللي يتابعوا معنا البرنامج ينجزوا معنا التمرين عندهم في الكتاب المقرر يقوي التضامن الروابطة شنو هي الكلمة أو العبارة اللي جات جي مناسبة نهاية هذه الجملة إلا سليسوا ممكن ترفعوا الألواح نسبة العبد الحق الاجتماعية نفس الشيء الاجتماعية تم زيان تبارك الله عليكم كلكم كتبتوا كلمة الاجتماعية وهي الكلمة المناسبة بالفراغ باش يتم المعنى الجملة ونفهمو المعنى كامل قد نزلوها المكان ديالها من الجملة جيد وغادي نطلب من سلمة تقرننا هاد الجملة بعد ما ممل أنا فيها الفراغ تسفضلي سلمة قوّل تضامن الروابطة الاجتماعية مزيان سلمة مطلوب مننا أننا نكملوا الجملة بما يناسب ونبينوا المعنى وغادي نسو الخاليد شنو المعنى اللي فهمتي من هاد الجملة تفضل خاليد نعم السادة تضامن تقوي الروابط الاجتماعية جيد إذا تضامن تقوي بالفعل العلاقة الاجتماعية ما بين العائلة والجيران والأصدقاء في المجتمع عامة تبارك الله عليكم شكو اللي عنده إضافة هنا في هذه النقطة نشوفه مع حبيبة تفضل حبيبة نعم أو سادة تضامن يجعل الغاني يهتم بالفاقير جيد تبارك الله عليك إذن من قيم التضامن كذلك أن الغاني يهتم بالفاقير و يساعده جيد تبارك الله عليكم صحيح التضامن كي يعمل على غرس قيم التعاون و التآذر و المحبة بين أفراد المجتمع و كي يساهم كذلك في بناء مجتمع متماسك و كي يتضل علاقة بين الناس جيد تبارك الله عليكم ننتقل الآن الجملة الموالية نحاول الملؤ الفراغ اللي فيها كذلك بما يناسب هنا أنا أساعد غيري و عندي واحد الفراغ اللي أنا ملؤه بما يناسب إلى فعل الخيرات أساعد غيري و إلى فعل الخيرات الآن الواحدة لكم اختاروا الكلمة أو العبارة اللي غد يجي مناسبة و تكمل لنا معنا الجملة إذن أساعد غيري و إلى فعل الخيرات نختاروا لها كلمة أو عبارة مناسبة الفعل الواحد تفضلوا جيد كلكم كتبتوا الفعل أبادروا وأبادروا بالنسبة للعبد الحق الدال بالكسرة وأبادروا بالنسبة لخالي درتي واحد نقطة تحت الدال كان عليك تبينها كسرة ماشي نقطة جيد إذن تخسرسوا كلكم الفعل أبادروا وهو الجواب الصحيح وساعدوا غيري وأبادروا إلى فعل الخيرات نزلوا الكلمة في مكانها من الجملة سوف نطلب من سلمة شرحنا شنو فهمات من هذه الجملة سفضلي سلمة معنات الجملة هو نساعده لغير ونكونه الفعل الخير جيد إذن نسعى إلى فعل الخير كما قالت سلمة ونكونوا صباقين الفعل الخير سبارك الله عليكم الجملة الثالثة تجسدوا وعندنا واحد الفراغ اللي غنم القوه بما يناسب للتضامن قيمة تعاون والتكافل وعيد تجسدوا فراغ للتضامن قيمة تعاون والتكافل وهنا سنسول عبدالحق ما هي العبارة المناسبة هنا يتفضل المؤسسة محمد الخامس جيد هي العبارة اللي بقاس وهي المناسبة في هذا الفراغ سنزلوها في الفراغ الثالث إذن تجسدوا مؤسسة محمد الخامس للتضامن قيمة التعاون والتكافل جيد تبارك الله عليكم وغد نشوف الآن المعنى ديال هذه الجملة إذن تفضل عبدالحق الحق قولينا ما فهمتني من هذه الجملة تبطل نعم أستاذة المؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم المساعدة للفئات للناس المحتاجين في المغرب وفي الخارج جيد صحيح نشوفوا ما لدينا إضافة في هذه النقطة أسيات فضلي نعم أستاذة مؤسسة محمد الخامس للتضامن تساعد دول الاحتياجات الخاصة جيد إذن مؤسسة محمد الخامس للتضامن كتقوم جموعة من الأعمال الجماعية لأن تساعد المحتاجين ودوي الاحتياجات الخاصة وكتحمي كذلك البيئة وكتقدم مساعدات كثيرة كل سنة يكون عندها واحد الموضوع معين اللي كتخص له هذه التبرعات باش كتساعد واحد الفئة هشة في الموجة جيد سبارك الله عليكم بعدما نجزنا التمرين وشرحنا المعنى ديالو الآن سنعود نقرأ إن شاء الله الجمال كل واحد منكم سيقرأنا جملة من الجمال تفضلي سيقرأنا الجملة الأولى يقوي تضامن الروابط الاجتماعية جيد وقد نشوف بشرح قرأنا الجملة الثانية مساعد غيري وأبادر إلى فعل الخيرات جيد ونشوف الجملة الثالثة يقرأنا واحد من المستفيدين اللي معنا عنبور نشوف معه خالد فضل خالد تجسد مؤسسة محمد الخامس للتضامن القيام 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 نعم تعاون والتكافر جيد سبارك الله لكم الآن سنمر التمرين الثاني اللي سنجزه في الحلقة ديال التقويم إذن التمرين هو كالآتي أصلوا بخط لأتمم المعنى أصلوا بخط لأتمم المعنى والمطلوب مننا أننا نوصلوا بخط ما بين العبارة اللي عندنا على يمين الشاشة وما يناسبها من العبارة اللي عندنا على يسار الشاشة إذا قرأ العبارة الأولى وأدي زكاة مالي لي سلمة تفضلي عاودي قرأينا العبارة وأدي الزكاة مالي لي زكاة مالي جيد ما عندنا أليف واللم عاودي سلمة وأدي أدي زكاة 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 مالي جيد وأدي زكاة مالي لي وغضي نطلب من خليد يتفضل قرأنا العبارة اللولى من العبارات لأنها على يسار الشاشة تفضل خليد أستجيب 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 نعم لأمر الله تعالى أستجيب لأمر الله تعالى إذن لاحظوا معي واش ممكن نصلمة عبارة أؤدي زكاة مالي لي أستجيب لأمر الله تعالى قد نصلمة بالعبارتين أو لا قد نوش المعنى بنتهم تام نوصلوا بنتهم أو لا قد نشوف مع حبيبة نصيلوا بالعبارتين بخط أو لا حبيبة نعم ги إنتبه عبدالحق للordre الركن من أركان الإسلام على المادئ المال التجيل الثقة فجلد تعالى جاي تبارك الله عليك الآن غادي ندوزوا للعبارة الثانية وأدي زكاة مالي اللي نشوف مع أسيا تقرنا العبارة الثانية في جهات لي أصار تفضلي نعم أستاذا يشكروني الناس حاولي تقرأيها بشوية وتنتبهي الحركات يشكروني الناس معناش يشكروني معناش فيها المد ليشكرني الناس عودي يشكراني الناس جيد إذن هنا أؤدي زكاة مالي ليشكراني الناس أسيا واش المعنى هنا تام مش غادي نوصلوما بالعبارتين لا أستاذا ما نوصلش فيناتهم ممكن شرحينا علش أسيا نعم أستاذا لأن الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى باش نطيعه وماشي باش يشكرون الناس جيد تبارك الله عليك أسيا إذن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة باش نمتتلوا الأمر الله سبحانه وتعالى وانطيعه وناله الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى بي كان اديوا الزكاة لوجه الله سبحانه وتعالى كيكون الأجر ديالها تبس عند الله أما إلا كنديروا شي عمل أيا كان سواء الزكاة أو غيرها كنديروا باش الناس يشكرونه ويدكرونه ويقولوا فلان تيفعل الخير وتيزكي الله سبحانه وتعالى عالم بالنية ديالنا كنديروا هذا العمل ماشي خالص لوجه الله كنديروا باش يشكرونه الناس كنديروا باش يشكرونه الناس إذن هذا العمل ما عنده شي أجر وما عنده شي ثواب إذن ما غديش نوصلوا ما بين العبارتين ندوز العبارة الموالية وغدي نشوف مع بشرة تقرهنا وأدي زكاة مالي لي تفضلي بشرة أتضامن مع إخواني المحتاجين لأتضامن مع إخواني المحتاجين وغدي نسول سلمة واش نوصلوا بين العبارتين أو لا سلمة نعم غدي نوصلوا خط ما بين العبارتين جيد ممكن تشرحي لنا علاش سلمة كيف ما قلت في الدرس ديال المبادرات وتضامن من اللي كنا طي الزكاة اللي كتجينا جيد من اللي كنت خرجو الزكاة اللي مفروض علينا في المال ديالنا نعم سلمة هاد تضامن لها التضامن جيد هذا نوع من أنواع التضامن جيد سلمة إذن هذا الأول هدف من الزكاة من مقصد ديالها هو أن الغاني يتضامن مع الفقير جيد تبارك الله عليكم وغدي نوصلوما بين العبارتين وأدي زكاة مالي لأتضامن مع إخواني المحتاجين جيد تبارك الله عليكم إذن الآن بعد ما نجزنا التمرين الثاني إذن كنت تكلفتكم في نهاية الحلقة السابقة باش تحفظوا ديك الآية اللي كانت عندنا هي الآية مئة وربعة من سورة التوبة إذن إن شاء الله نحاولو نبدو هاد الناشط ديال أركب باستظهار البعد منكم وغادي نشوف أولا مع بوشرة تفضلي بوشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم تبارك الله عليكم بوشرة نشوفه استظهر مستفيد آخر من المستفيدين اللي معنا نشوفه مع أسية فضلي أسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم مزيان أسية غير واحد المدليزتي فيه وصلي ما كان مدوش هنا وصلي عليهم وصلي عليهم جيد تبارك الله عليكم إذن بعدما استظهروا المستفيدتين الآية 104 من سورة التوبة اللي كنت كلفتكم بالحفظ ديالها إن شاء الله الآن سنمرق باش نجزو جميعاً واحد المسألة حسابية في إطار نشاط التركيب نشاط أركيب إذن نتبهوا معي إذن عندنا مسألة حسابية سنقرأها باش نفهموا إن شاء الله المطلوب مننا اشتركت ثلاث نساء في شراء ملابس ولوازمة لإحدى دور العجزة بـ 3500 درهم ساهمت الأولى بمبلغ 1700 درهم والثانية بمبلغ 900 درهم ولم تتمكن الثالثة من معرفة المبلغ الذي ستساهم به للوصول إلى المبلغ اللي هم محتاجين لوقت 3500 درهم أساعدها على حساب ذلك نعود نقرأ نص المسألة باش نفهمهم زيان المطلوب مننا اشتركت ثلاث نساء في شراء ملابس ولوازمة لإحدى دور العجزة بـ 3500 درهم ساهمت الأولى بمبلغ 1700 درهم والثانية بمبلغ 900 درهم ولم تتمكن الثالثة من معرفة المبلغ الذي ستساهم به للوصول إلى 3500 درهم أساعدها على حساب ذلك إذا الآن نظن أنكم فهمتوا نص المسألة إذا الآن سنسأل خاليد شنو فهمتي من هاد المسألة خاليد تفضل؟ نعم أستاذة فهمت من هاد الوضعية أن ثلاثة ديالنساء اشتركوا باش يشريوا الملابس وديو هالدور العجازة وديو هالدور العجازة جيد تبارك الله علي إذا وشنو فهمنا آخر إذا نشوف مع عبد الحق كملينا شنو مطلوب منا ولا شنو المفهوم من نص المسألة تفضل خاليد؟ نعم أستاذة نعم عبد الحق نعم ما عرفتش بش حال غادي تساهم إذا المشاركة أو المساهمة الثالثة ما عرفتش بش حال غادي تساهم هذا هو اللي يخصنا نجاوب عليه هنا في المسألة إذا هنا شنو هو المبلغ اللي ساهمت به المستفيدة الأولى أولى المشاركة أولى المتمرع الأولى نشوف مع حبيبة المبلغ اللي ساهمت به السيدة الأولى هو 1700 درهم جيد والمبلغ اللي ساهمت به الثانية أسية هو أما أستاذة 900 درهم هو 900 درهم إذا باش نعرفوا المبلغ بجموع المبلغ اللي ساهمت به السيدتين بزوج إذا شنو هي العملية اللي غادي نديرو بوشرة غادي نديرو عملية الجمع غادي نديرو عملية الجمع زي جيد غادي نجمعو هاد العددين بجوج باش نعرفوا المبلغ اللي ساهمت به السيدتين الأولى والثانية إذا عندي 1700 درهم غادي نجمعوها مع 900 درهم هاد العملية غادي نجزوها على الألواح ديالكو باش نشوفوا المبلغ اللي ساهمت به السيدتين الأولى والثانية تفضلو نجزو العملية على الألواح إذا نتفضلو كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين ينجزو معنا العملية على الألواح دائما نتابهوا الطريقة باش نوضعوا العملية عموديا نيلي كتيسرنا الإنجاز ديالهم إذا أخواتنا المشاهدات اللي كيتبعونا عن بوعد وإخواننا المشاهدين حاولوا إنجزوا معنا المسألة الحسابية باش يستثمروا معنا تعلماتهم في عمليتين الجمع والطرح إذا سألتوا ممكن تشوف الألواح ديالكو جيد إذا جمعتوا المبلغ الأولى هو 1700 زائد 900 2600 درهم بدل حق نجزي العمليتين بجوج نطلب سملكم الآن عمليات الجمع فقط نشوف بالنسبة السلماء 2600 بقتنا اللوحة ديال خاليد خاليد تفضل نرفع اللوحة ديالك إذا خاليد سبقتيب 900 زائد 2700 جيد غيره هو ذاك الرقم ديالالف سويبان بوحديته باش تسبن العملية أوضح جيد تبارك الله عليكم والآن غادي نطلب من أسيات وضع لنا العملية شنو العدد الأول اللي غادي نوضعه في العمليات الجمع أسيات نعم أبستاذا غا نوضعه 1700 ليضا نزلو 1700 هو اللوحة العملية جيد وشنو العدد اللي غادي نوضعه من بعد 900 جايد بما أننا غادي نجمع وغادي نوضعه الرمز زائد وغادي نوضعه العدد الثاني أو المبلغ الثاني اللي هو 900 وغادي نجزو العملية وغادي نشوف مع بوشرة تفضل تنجزدنا العملية تفضلي بوشرة سفر زائد سفر كيساوي سفر نعم سفر زائد سفر كيساوي سفر جايد العشرة كذلك سبعة زائد تسعة كيساوي ستة عشر نعم نحطه ستة وكنحتفضه بالواحد جايد أحسنتي تبارك الله عليك واحد زائد واحد كيساوي اثنان جايد الآلاف واحد زائد واحد تعطينا اثنان وهذا المجموع اللي حسننا عليه بوشرة حول تقرأيه مئتين و شوي عليك شوفيش هال عندي من رقم ما هو 2600 درهم جايد 2600 درهم هو مجموع المبلغين اللي ساهمت به كل من السيدة السيدة الأولى والسيدة الثانية إذا باش تعرف السيدة الثالثة المبلغ اللي خصها تساهم به إذا شنو غادي نديرو عبد الحق نعم واستاذة غادي نديرو عمليات الطرح وغادي نطلب من اسية تقول لي شنو غادي نوضعه هنا في عمليات الطرح باش نعرفوا المبلغ اللي ستساهم به السيدة الثالثة تفضلي اسية نعم واستاذة غادي نديرو 3500 جايد 3500 هو المبلغ اللي محتاجين باش يشريوا الهدايا لدور العجازة هو المبلغ الإجمالي كله غادي تفضلي كملي شنو غادي نقصوا منه غادي نقصوا منه غادي 2600 تبارك الله اللي كان نقصوا منه 2600 اللي هو المبلغ اللي ساهمت به السيدتين الأولى والثانية باش نعرفوا شح الباقي نقصهم واللي غادي ساهم به السيدة الثالثة وضعوا العملية على الألواح ديالكم ونجزوها عمليات الطرح لتفضلات قاسية وشرحاتنا باش نعرفوا المبلغ اللي ساهم به السيدة الثالثة إذن تدربناها في المستوى الأول على إنجاز عمليات الطرح واتدربنا عليها في إحدى الحلقات السابقة إذن نجزوها بالطريقة اللي تعلمنا تفضلوا تفضلوا في الألواح إذن بالنسبة للأسية مزيان صحيح بالنسبة للبشرة كذلك عبد الحق كذلك نشوفوا اللي حديال حبيبة بالنسبة لسلمة عندي ملاحظة أنا ديشوفها معك سلمة على مسالي حبيبة تشوف مع سلمة سلمة درتي عمليات الجمع وإحنا هنا ندروا عمليات الطرح قلنا غادي نقصوا المبلغ اللي ساهمت به السيدتين من المبلغ اللي هما محتاجينه الإجمالي بالنسبة لخاليد درتي عمليات الطرح ولكن خطأتي في الإنجاز ديالها أنت غادي تصحح معانا خاليد وضعتي أصلا العملية أخطأتي في الأرقام اللي وضعتي نشوف لوحتك حبيبة تفضلي حبيبة تفضلي حبيبة تفضلي رفع اللوحة حتى اللي ما تمكنتيش نشوفوا اللوحة وتصحح معانا جيد حبيبة با وضعتي رجعتي هذاك الاحتفاظ ولكن ما ما حسبتيش خطأتيتها في الميئات إذا ما فيها بعضة احنا كنتعلم وشوفوا معانا تصحح إن شاء الله على الشاشة وغادي سلمة سلمة ما ما نجزتيش العملية ما هي هذي كنتنتي عندك فيها أخطاء هذي تحاولي تطلح دي معانا على الشاشة وتصحي معانا سلمة إذا غدي نوضع العملية كيفما قالت النأسية نقرأ أولا إذا وضعنا عمليات الجامع هذي نحطوه هنا يا في الحل نحطو الجملة اللي كتناسبنا ديك العمليات الجامع إذا مجموع مساهمة السيدتين الأولى والثانية هو للقينا في العمليات الجامع هو ألفين واسمية درام هذي سهمت به السيدتين الأولى والثانية إذا الآن عمليات الطرح اللي شرحات النأسية اللي قلنا غدي نوضعه غدي نوضعه المبلغ الإجمالي اللي هما محتاجينه اللي هو تلتالاف وخمسمية درهم وقلت النأسية غدي نقصوا منها مساهمة السيدتين الأولى والثانية للقناة المجموع دياله اللي هو ألفين واسمية درهم إذا هنها غدي نجزو العملية كلنا باش المستفيدين اللي ما تمكنوش إنجزوها يتخلوا معنا الخطأ ديالهم إن عندنا صفر ناقص صفر كم تساوي أسية؟ تساوي الصفر كنوضعه تحت الوحدات ننتقلو العشارات صفر ناقص صفر كم تساوي حبيبة؟ صفر تساوي الصفر ونوضعه تحت المئات نسأوي البشراء خمسة ناقص ستة لا يمكن ما نقوم بفعله في هذه الحالة؟ سلفه نضيفه واحد نضيفه واحد نجيبه الواحد الصغير ورحدة الخمسة ونقرأ نقرأ هذا نقرأ الحتيات فوق اثنان واحد فوق جزء نحن نقرأ الواحد هنا سلفناه خمسة عشر جيد خمسة عشر ناقص ستة خمسة عشر نقصنا من ستة سيبقى عبد الحق سيبقى سيسعة ونضعه تحت المئات وهذا الواحد اللي ضفنا نرجعه تحت الآلاف وهذا الشكل سيبقى ثلاثة ناقص ثلاثة سيبقى ثلاثة ناقص ثلاثة سيعطينا صفر هذا هو المبلغ اللي غدي تساهم به السيدة الثالثة فامتسلم الطريقة دي العملية بالاضافة جيد اذا المبلغ الذي ستساهم به السيدة الثالثة هو سعميات درهم جيد نقرأ المبلغ الذي يجب قرأ معي المبلغ الذي يجب أن تساهم به السيدة الثالثة أن تساهم به السيدة الثالثة للجمع والطرح في الضال باش جيدوا تدربوا على إنجاز هذه العمليتين وتراجعوا كذلك كل ما شفناه في الأسابيع الماضية إن شاء الله وممكن أنكم تعودوا تشاهدوا الحلقة على القناة السادسة أو على أحد الموقعين الإلكترونيين اللي ظهروا معنا على الشاشة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته